احنا عدنا موازنة ب197 تروليون زيال زيال التعويضات الموظفين والمنح والعانات والرعاية الاجتماعية هي رواتب 110 تروليون زيال الديون رح نسدد 12.6 يعني 110 تروليون من 197 تروليون بقى 87 تروليون بالضبط رواتب هاي مباشرة مين سنعب بي هاي مع الزيادة طبعا مع الزيادة جديد زيال عدك 12.2 تروليون هاي ديون رح يسددها العراق داخلي وخارجي بقى 76 عندك 50 تروليون تقريبا اللي هي استثمارية هي تشان 27 حكومة جديدة وقانوة امن الغذائي وفي شارع الجديد صارت 50 أسأل عندي اعتراض على الخمسين هوكي خمسين وعندك 28.8 نثريات ليه الولد اللي هي شنية مستلزمات خدمية مستلزمات صناعية صيانة موجودات وبعض الاتزامات الأخرى لمن اللي هي هاي النثريات نحن نعرفها قديمة اللي هي صيانة وغيرها ومادره شنو 28 تريليون دينار نثريات للوزارات لو بس للي الله مطيهم والله ما عرف تسيئة محطوطة 28 تريليون أنا خلي أقول احتاجة لجنة المالية برلمانية أول ما تقعدين هاي 28 تريليون صيح تريليون المفروض لا أنا أردسل أنا أردسل حكومة الموقرة والسادة الرؤساء لأجلاء 28 تريليون يعني 20 مليار إحنا مستثمرين بالسنة 20 مليار حتى نسوي صيانة بـ 20 مليار سيارات بس أنا حسنا أنا كل شي ماتتهم أنا كل شي ماتتهم إذ جد إحنا أنفقنا حتى نخلي 18 أو 20 مليار اندتارات له صيانة هاي سيد حدو يوم سيد زمان الصلاعية صيانة موجودة دكتور حمي